صباح الخير طلاب الصف الأساسي السادس في المدرسة الوطنية الأمريكية اليوم سوف نشرح درسا جديدا في مادة التربية عنوان الدرس هو السلطة التشريعية في لبنان من فضلكم افتحوا الكتاب على صفحة 38 ثم على صفحة 40 أهداف الدرس هي تعرف إلى مفهوم السلطة التشريعية تعرف إلى مهام السلطة التشريعية وتبيان دور السلطة التشريعية في تحقيق الديمقراطية وحمايتها السؤال الأول هو من ينتخب النواب في لبنان؟ الشعب هو الذي ينتخب النواب في لبنان وذلك من خلال الاقتراع السؤال الثاني هو من يتولى السلطة التشريعية في لبنان؟ يتولى المجلس النيابي السلطة التشريعية في لبنان السؤال الثالث هو ما هي مهام السلطة تشريعية في لبنان؟ تتولى السلطة التشريعية في لبنان عدة مهام ومنها التشريع، المراقبة، الموازنة، وانتخاب رئيس الجمهورية إذن نعيد ما هي مهام مجلس النواب؟ مهام مجلس النواب هي التشريع، المراقبة، الموازنة، وانتخاب رئيس الجمهورية ما هو التشريع؟ التشريع هو سن القوانين أي وضع القوانين ما هي المراقبة؟ المراقبة هي سلطة بيد مجلس النواب تجعل أعمال مجلس الوزراء تحت نظره أي أن النواب يراقبون أعمال مجلس الوزراء ما هي الموازنة؟ الموازنة هي جدول بيد مجلس النواب يبين مدخيل الدولة وإنفاقها يوضع لسنة كاملة ويصدر بموجب قانون ما المقصود بالمدخيل؟ المدخيل هي الإرادات والأموال التي تحصل عليها الدولة من عدة مصادر مثل الدرائب ما المقصود بالإنفاق؟ الإنفاق يعني أين تقوم الدولة بصرف هذه الأموال؟ انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان لا ينتخب رئيس الجمهورية إلا من خلال تصويت النواب في المجلس النيابي السؤال الرابع والأخير هو ما هي الشروط التي يجب أن نرتكز عليها قبل اختيار النائب؟ يجب أن نتعرف إلى القيم والمبادئ والصفات التي يجب أن تتوفر في النائب إذ يجب أن نختار النائب الذي يتمتع بالسيرة الحسنة وبالكفاءة وبالصفات الحميدة لأنه هو الذي سوف يمثلني في المجلس النيابي ويحمل صوت الشعب الرجاء حفظ المفردات والتعبير صفحة 38 وماذا أفعل؟ صفحة 40 وأتمنى لكم نهارا سعيدا